موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام لكم كما قال المسيح حبايبي مع قناة الحياة المسيحية التي هي الصوت المسيحيين الحلقة الثامنة حلقتنا اليوم بعنوان اهتزاز بغداد أو مزرة في بلاد الرافدين أم نسميها مزرة كنيسة النجاة التي حدثت في بغداد ستكون حلقتنا اليوم عن كنيسة سيدة النجاة وهل أكو أبشع من هذا اللي صار هل هناك أجبن من هيك عملية بشعة لا ماكو ولم يتم نسيان هذه المزرة التي سيتكلم عنها التاريخ هي وصمة عار في أهد رؤساء هذا البلد قام بها مجموعة مجهولة كما يقال ماذا حدث؟ مزرة السيدة النجاة هي هجمة قامت بها منظمة دولة العراق الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين في 31 تشرين الأول 2010 عندما اقتحم مسلحون كنيسة سيدة النجاة للسريان بالكرادة في بغداد أثناء أداءهم لمراسيم القداس أي العبادة انتهت الحادثة بتفجير المسلحين أنفسهم وقتلوا جرح المئات ممن كانوا بداخل الكنيسة أول ما قاموا بقتله القصص وبعد هذا تعذيب الناس بقتل أولادهم أمام أعينهم استهداف كنيسة سيدة النجاة بحي الكرادة في بغداد وتردد أصداءه الأليمة داخل العراق وخارج العراق يعيش المسيحيون في العراق منذ قرون بل هم أهل العراق ماذا حدث؟ لماذا؟ هل هو فراغ سياسي يمر به البلد؟ أم هي عقلية الضعيف والقوي؟ أم هذا دينهم الذي يدعون به؟ كما يقال وافتتاح الكنيسة مرة أخرى بأمر من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبكل بساطة طلب في افتتاحية الكنيسة من الاتحاد الأوروبي وإلى الباب الفاتيكان أن لا يشجع على هجرة المسيحيين العراقيين وأشار إلى الفاتيكان لكي يلبوا الدعوة على عدم سماح الهجرة وعدم فتح الباب للعراقيين المسيحيين هل نسمي كنيسة سيدة النجاة أم نسميها متحف المزرة أو وصمة العار في وجه رؤساء العراق والدولة العراقية أم مزرة كنيسة النجاة أو اهتزاز بغداد والعراق اقتحام مسلحين من أجل أشوف الموضوع اقتحام مسلحين إذا أنتم مقدل حماية أو أنتم تكون رئيس عوفوا البلد أو خلونا نطلع قولوا إحنا ما نقدر نحميكم يا مسيحيين العراق طلعوا هذا اللي صار ليش نحصد جهل وضعف الدولة وحدث هذا أثناء مراسيم العبادة أثناء القداس خلونا نتخيل الظلم اللي صار على الناس نساء وأطفال والشياب وشباب حتى حوامل كان أكو متززوجين جدد وتمقتلهم بأبشع الطرق وبعض من القصص أو أم تتوسل بالإرهاب وتقول له ما عندي بس هالولد الله يخليك عوفة ويقول لها خلص أخذيه بحضنك ويضرب الولد بطلقة بدماغه أمرأة متزوجة جديدة يكتل زوجها ويقولها هاي هدية الزواج أو أمرأة حامل وطفل في أحشائها في بطنها في مكان الحمل ويموت الطفل أو عائلة يصفي رياض جيلها أمام النساء وأول ما بدوا بقدام الرب بقتلوا القصص وحتى اللي نجوا كان عندهم أما قتيل أو معوق بسبب الحادث أو مقتول شهيد باسم المسيح تحت الشعار الله وكبر أريد أسأل العراقيين وأهل البلد أريد أسأل الدولة أريد أسأل اللي يدعي اسم الإرهاب تتخيل أنت شنو سويت أنت شنو سويت وتعرفون أنتو فصختوا أهل أنتو فصختوا عوائل أنتو دمرتوهم ماكو أشر منكم بعد فترة من هذا الأمر أكو عوائل ما تزال يتم تعذيبها ما زالوا متعبين متألمين مرهقين اللي مات أبوه بعد فترة واللي ماتت أمة واللي ماتت زوجت شنو الهدف أن يعيشون أحياء أموات بدون سبب لا أكو سبب هو الفكر الإسلامي أو مجموعات إسلامية كما يدعون اللي صار مو معاناة يوم ولا قتل كنيسة وحده هو معاناة لمدى الحياة إلى ناس لم يكونوا لهم هدف سوى المحبة والسلام جيل كامل من أهل العراق ماذا فعلوا المسيحيين ماذا فعلوا المسيحيين استحقون هذا منكم يا أهل العراق أحد يقول لي ما هو ذنب الناس وقادت البلد ساكتين هاي المشكلة أنت مدى تسوي أي شي ساكت وهاي المصيبة وإجا دوركم وهذا اللي يصير بالعراق دين مكتوب في غلاطة ستة سبعة لا تظل الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا وأرض العراق وقادة العراق زرعه دم وسلاحه دماره قتل كل واحد يحصد اللي زرعه اللي سكت حيشوف حقه قدام عينه يضيع وما أحد يحتي واللي كان يتفرج واللي ما تحرك واللي قال مو شغلي واللي ما رفع صوته ضد الظلمة اللي صارت واللي خاف واللي جاب الإسلاح أقول لك كل شي جاب الإسلاح بالإسلاح يروح ويجاك الدور يا داعش وكل اللي يزرعه لأن مكتوب فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك في متى ستة وعشرين اتين وخمسين وهذا وعد من الرب وعد مني يلي شايل إسلاحك بالإسلاح تموت مثل ما حصد الدم أنت دمك انهدر لأن مكتوب ما تخرج حتى توفي كل شي وتأخذ حقك في لوقة 12-59 أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير حتى توفي كل دينك والدين صار كبير هسا حنسمع عنكم يا دواعش شون حتكونون شون حتنقرضون وصيرون أنتوا أقلية وكل واحد أطلق اسم جالية أو أقلية وإحنا عايشين ونشوف كل واحد وين حيكون يا أهل الدين منو خلاكم تكونون ديانين الدين جاي من الديان أنتوا منو حتى الدينون والله موجود هذا يا دين اللي تدعون بي يا كتاب تحشون بي دين كما تدعون دين الجهاد دين الدواعش دين القاعدة دين التكفيريين في سبيل جهاد النكاح والإنسان ديموت بسبب هذه الهرطقات والفتاوي الكثير من المسيحيين وأهل العراق الطيبين وأنا لا أرى دين أرى حاقدين مظللين مختصبين متطرفين إنهم السياسيين المدعين مدعين السلام دين القتل والدم والاضطهاد هذا دين جديد دين بي الخطف والتهجير والجزة والدمار والتفجير وما ننسى الفصل والفلوس والشيوخ اللي يحكمون شيوخ هذا الزمان اللي راح ضحاياهم وهوايا مسيحيين وهذا واحد منهم هي كنيسة سيدة النجاة إنها ليست الأخيرة إذ فجرت بعدها كنائس في كاركوك وقتل اختطاف أعداد كبيرة من الموصل وبغداد في مناطق العراق وآخرون لقوا مصرعهم في ظروف أخرى مماثلة من ضمنهم يزيديين وكراد وصابئة تركمان حتى المسلمين مخلصانين إذا كان دخولك للجنة يطلب القتل والدمار فهذا يعني إن الجنة أصبحت مكان يجتمع فيه المجرمين والقتل واللصوص إذا كان إلهك إله التكفير إله الحوريات والقتل والسبايا والمال والسرقة والاضطهاد فإن إلهك هو رئيس عصابات وليس يستحق العبادة وإذا كتابك يعلمك هاي الأمور فهو كتاب للمجرمين وشياطين نصيحتي إلك روح أحبس نفسك واركع بلكي أكو شي يشفع لك اللي يصير روح لحق على حالك خلونا نصلي يا رب نشكرك على محبتك وسلامك الذي فينا ارحم أولادك الظالين ساعد يا رب كل الناس اللي ادمرت حياتهم في هذا المساء يا رب اللي صارت يا رب في كنيسة سيدة النجاة ساعد العوائل ساعد الحزانة والمتألمين ساعد المرضى يا رب يا يسو ارحم أهل العراق وابعد الظلمة عن العراق وأهل العراق باسمك القدوس نصلي أعزائي المشاهدين ستكون الحلقة القادمة الحلقة التاسعة قصة الترميم كنيسة النجاة إلى اللقاء بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر